موسيقى مشاهدين أهلا بكم مرة جديدة في بين قوسين طبعا عنوان الحلقة هو دائما عن الاستثمارات الفردية وأيضا بالنسبة إلى الأفراد بشكل خاص كيفية التداول وكيفية التحكم بمخاطر الأسواك طبعا معي على كل إجابة على كل هذه المواضيع سيكون معي في الستوديو ضيفي الأستاذ دان أزلي وهو المستشار المالي أهلا بك معنا أستاذ دان سيبدأ بالتداول بالنسبة إلى الأفراد فيه عرف أو فيه دائما جملة شهيرة أنه 95% من المتداولين خصوصا الأفراد بيخسروا آخر شيء بالتداول ممكن يربح يربح ودائما ما تأتي هذه العبارة وضربة واحدة تقضي على كل أرباحي وعلى كل رأس مالي هل هذا صحيح ولا تغيرت بالفترة الأخيرة شفنا لا أرباح في جيمستوب وقتا وروبين هود وغير ذلك أنت شو رأيك أول شيء بالنسبة إلى التداول لحد ما المستثمر الصغير اللي بيجري بيفوت بالسوق بيخسر خاصة إذا عمل ما يسمى باللافردج استعمل الدين الرافع المالي إذا استعمل الدين ليعلي نسبة المخاطر ونسبة الربح خاصة بالتداول في عملية لإيضا كثير من مرات كثير حيني يتحمسших وإن باستعمل ماركت في السوق يتعلى�� كثير cere perquè كثير عالم يفوتوا على Martine وهذه أنا أنا شايفها بكذا ما يسمى بالبول telesوق السوق assumed السوق الصغر components السوق ه worlds بيفوت هون بيبيع هون بيربح. برجع بيفوت هون بيبيع هون بيربح. وستكر حاله عن بيربح. ولو كان لقطة من أول وترك حاله كان ربح أكتر. لأنه ما كان يدفع الكوميسيونيات على البنوك أو العمولات بالنسبة إلى شركات الوساطة. ولكن كمان هون رح ندخل بهذه الأمور. لكن جواب هل هو التداول هو بالنسبة للأفراد. هل في النهاية بتحرص حدا يدخل في التداول أم لا بالنسبة إلى الأفراد دائما. كانت مغار المحترفين. لا أنا ضد الفكرة أنه يفوتوا الأفراد. لعدة أسباب. أول شيء ما عندهم التكنولوجيا لحتى ينافسوا المحترفين. يعني مثلا نحن أنا وقتا كان عندي مسؤول عن التداول بالبنوك مثلا. يكونوا عندي عالم شغلته من عبكرة عشيه يعملوا أشيه. عنده مثلا 7-8 سكرينز قدامه. كل المعلومات جاي قدامه. وبيعرف طبعا اللزبونات. يعني إذا كل عالم عشق يورو مثلا. بيعرف أنه اليورو بدو يطلع. فعنده معلومات إذا بدك أكتر بكتير من المستثمر الصغير. المستثمر الصغير مرات بيصير في تأخر بالمعلومات. بيصير في تأخر بالأكزيكيوشن. طبعا البيد أوفر. يعني قداش عم بيدفع سعر الشغلة عم بيعلى. فلذلك إذا بيواجه المستثمرين أو المستثمرين المداولين البروفيشنال الكبار. بيغسر بالمدى الطويل. هناك طريقة يربح. وحكينا فيها آخر مرة. اللي هي أنه يشتري الماركت كله. إذا اشترى الماركت كله. ساعتها. يعني إجمالا نحنا بالبنوكة كنا نتداول فيها. كنا نطلع مصاري. مش لأنه أكترية وقت. يعني مش لأنه هو المحل اللي أكتر شي بيطلع فيه. المصارف اللي بالنصف. نعم. طيب. بس يعني في الفاترة الأخيرة ما عم يشتروا. عم يشتروا أسهم. خصوصا الأسهم الشعبية اللي هي اللي عم بتكون الآن. كمان أنت كيف تشوف دخول أفراد ويعني. وعم بيتابعوا الأخبار أكتر وأكتر. بطلت مثل قبل. يعني صارت المعلومة توصل بسهولة. هذه هي الأساس. ما هي مسعرة إجمالا نحنا يعني أنا من اللي بيقامنه بما يسمى بالسماي أفشنت ماركت. يعني اللي هي أنه كل المعلومات الموجودة مسعرة بالسوق. نعم. ووقتي يصير فيه إيفنت كتير كبير. بتتسعر بسرعة القصة. فلذلك يعني نحنا أنا ضد أنه يجي يجري. أنه المستثمر الصغير يجري بفوت بها القصة هذه. هلأ بيصير دائما فيه فاتز يعني مواد. موضة مثلا شغلة جديدة يعني. مثلا بتذكر أنا بالدوت كوم بوم بالتسعينات. نعم. عارف أنت أنا بي. يشتري. قال لي بدي أشتري سماي. سماي كوندكتور ستاك. بتقول له بابا أنت تعرف شوني سماي كوندكتور ستاك. قال لي لأ بس أصحابي عم بيقولوا لازم أشتري سماي كوندكتور. بدي فوتوا ناس ما قالوا عليه. أو طبعا صار الكراش بأيبرول الأربعة. سنة الألفين. في شركات اختفت عن التكر وقفلت. وفي هذه الأيام كان الواحد يزيد كلمة دوت كوم بآخر الشركة. يعني مثلا اسمك جو. إذا حطينا جو دوت كوم بيصير يداول السهم جو. مثل شو صار مثلا آخر مدة من سنة سنتين. زادوا بلوكتشين على شركة بتبيع شاي. لونج آيلند آي ستي. حطينا بلوكتشين بالتايتل. راح تطلع ثلاث أربعة مرات السعر السوق. بيصير فيه دائما مواد. اللي عم بيصير بتكون شبيهة بالشغلة. في كتير عالم عم بيفوتوا هلأ. يعني ما بيعرشون بتكون. ما بيعرشون بلوكتشين. فاللي بيصير دائما أنه في كتير من الأماتشورز. من الهوات بيفوتوا بالسوق. وقتا يصير ينسبع. بيصير يشوف واحد عم بيطلع مصاري. يعني كمعهم 100 ألف صاره 200 ألف. كمعهم 200 ألف صاره 400. بيصير هو بييرعب اللعبة زيتها. بس أنت بيفوت. بيفوت بالآخر. وهو دي يعني إجمالا بيحترقوا بالآخر الماركت. يسمونه الحطب السوق. طيب. بالنسبة إلى برجاء معك إلى أنه هل ممكن أنه يعتمد الشخص وظيفة التداول كون هي وظيفة له. ويكرس كل وقته فقط. ويكون مصدر الإيرادات عنده فقط من التداول. هل أنت مع هذه الفكرة؟ وشو لازم تكون عنده مقومات لا يقدر يطبقها؟ 99% من الوقت لا يوجد أحد يعمل من البيت. بالمدى الطويل سيخسر. هناك إكسابشون. أعطيك إكزامبل. كان غريفن. اللي هو اخترع أو بلش الكونفيرت بالأربطراج. وبلش الهدش فاند سيتدال. اللي هو هلأ من أهم الهدش فاند بالعالم اليوم. هيدا بلشها بالدور من ومتبعه بجامعة شيكاغو. يعني ففي إكسابشون. زي اللي عم بحكيه أنا. أنه ناس عندهم موهبة للقصة هيدا. بشكل عام. بشكل عام. لا. بشكل عام. المستثمر الصغير لازم يستثمر بطريقة يعني بطريقة فيها ديسبلين. أنه كل شهر بحط نفس الأمام. بإندكس فاند. مثل ما حكينا مرة الماضية. دولار كاست أفريدجين. بالطريقة هيدا أحسن من أنه يكون. هلأ إذا بدوا يعملها شغلته. بدوا يكون أول شيء عنده موهبة معينة. مثل هيدا اللي عم بحكي عنه غريفن. اخترع على الكونفيرت بالأربطراجين. طريقة يستفيد من الكونفيرت بالبونز. بسي شورتين. بسي شورتين. بسي شورتين. يعني شغل معه. دي هو اخترع على الفكرة طبيعية. وعمل الهاتشفون طبعه كل حول هالفكرة. ونجح. بنجح باهر على فكرة. نعم. طيب. هلأ خلينا نزب نحن وياك إلى البيتكون. كمان سؤال عن البيتكون. يعني البعض مثلا بخاف أنه يدخل بالبيتكون. بقول أنه مثل ما طلعت 50 ألف. ممكن تصير ترجع سفر بسؤولة. البعض بقول لا ولا ممكن ترجع. سفر تغيرت الأساسيات. ايش بتعتقد أنت حضرتك بلده؟. أنا ما بنصح المستثمر العادي. يعني يفوت بهالأسس هيدا. أنا بحب الفكرة الجاتريتش سلو. يعني اللي واحد يختني ببطء. مش يجرب بدي أطلع إربح ورقة لوتو. يعني في كتير عالم اليوم. لكن اللي عنده موهبة معينة. يعني خود مثلا بيل جيتس من مايكروسوفت. إنه واحد مثل هيدا. ما أنه عايزني ولا عايزك ولا يعايز حضور البرنامج هيدا. حتى يعرف شوه يعمل. لأنه هيدا الظلمة. حتى هارفرد مش عايزها. تركها. خلق. الـ Microsoft صار بليونير. نحن عم نحكي مع الـ 80 بالنصف. يعني أسكى 10 بالمئة مش عايزيننا. العشرة بالمئة من تحت ما بيستفيدوا أساسا لأنه ما عم بفهمش عم نحكي. في المنصف. نحن عم نحكي مع الـ 80 بالنصف. 80 بالمئة اللي بالنصف. هود الـ 80 بالمئة بالنصف. نحن النصيحة اللي عم نعطيهم فيها هي الفورميل. الفورميلة. الألغوريثم. المعادلة. نعم. كيف الواحد يغتني بطريقة بطيقة. بس بطريقة أكيدة. الاختناء ببطء مدى السنين الطويلة. يعني أحطيك مثلا مثلا. في واحدة رفقتي. اشتغلت بالعشرينات. بالعشرينات. صمدت. كانت طلعت 30 أربعين ألف دولار بالسنة. أدخرت. نعم. صمدت 10 ألف دولار بالسنة. على سنتين. 20 ألف دولار. هلأ صارت بالأربعينات. أويق الأربعينات. مع صار بيسوط المبلغ فوق 300 ألف دولار. وقتا تصير بالستينات على الـ 0.000 و200 ومليونين دولار. مليونارة من شغلة بأول سنتين. يعني تجوزت بعد أول سنتين ووقفت شغل. اللي صمدتوا بأول سنتين. طب. شو اللي 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 فينا نتعلمها هوني. من هالصلاح بخبركها. هي أنه كلمة الواحد يبلش بكير بالسيفينج. ويحط استثمارات بالسوق. كلمة يختني أكتر. يعني إذا بدأ كمان واحد في معادلة. فيك تعملها بالرياضيات. بتشوف أنه اللي بيصمد من العشرين للخمسة وعشرين. مبلغ معين. وبيوقف. المصرياته بيصيروا يسوء أكتر من اللي بيصمد من الخمسة وعشرين لخمسة وستين. لأنه الفادي على الفادي اللي عم بيطلعها من الاستثمار الناجح هي اللي بتايدها. فنحن اللي عم نقوله أنه أهم شغلة لنجاح السن. يعني يبتعد عن البيتكوين بالنسبة إلى الأفراد. أهم شغلة بالنجاح. أول شغلة بالمعادلة للنجاح المالي هي أنه الواحد يصرف أقل ما بيطلع. هي أول شغلة. يعني بدون داين يغطي داين وإلى آخر. الخطوة الثانية منها أنه يصمد هالمصاري الأكستر. يعني سيفين. يصمدها كل شهر نفس المبلغ. يعود حاله يصمد خمسة عشرين تلتين مئة من ما عاشه ويحطها. هذه المعادلة المنيحة للي بيطلع ألف دولار بالشهر. بيطلع مئة دولار بالشهر أو بيطلع مئة ألف دولار بالشهر. بيصرفهم كلهم أو واحد بيطلع عشر تليف دولار بالشهر ويصمد خمسين بالمئة. هذا أقوى. في واحد صديق اجتمعت معه هذا النهار كان يشتغل عندي بالبانك. هذا ما عاشه مئتين وخمسين ألف دولار بالسنة. قلت له إذا عم تصمد بالسنة. قال لي سفر ماشي. واحد تاني شفته كمان كان يشتغل عندي. ما عاشه مئة ألف دولار بالسنة. تلع إذا عم تصمد. قال لي خمسين بالمئة. وفي المدى الطويل من هلأ العشرين وثلاثين سنة. من هو اللي حيث يكون مالتي مليونير ومن هو اللي حيث يظلمت ما هوه. نعم. طيب نحن تكلمنا الآن عن السلوك بالنسبة للإدخار. وما يدخل أن يدخلون إلى آخر شيء إلى الاستثمار. خلال نحن يدخل أنه هيك إلى الفئة العمرية. مثلا مثل ما تكلم بين العشرين والثلاثين. بين ثلاثين والخمسين أو الثلاثين والأربعين. وما فوق. طبعا بين الأربعين والخمسين بيكون قمة النضج. والخبرة وتلقى الضربات بالسابق. يعني بين الأربعين والخمسين يجب أن يكون أكثر شيء متحوض. خبرنا شوي للشباب أول شيء. الآن الشباب. الشغلة المنيحة بالشباب أنه عندهم مجال للتعويض الخسارات. بس إذا ضربة قوية. بتاخدوا أس كتير لتعوض. ممكن إذا ضربة قوية. على طول بقلوة. إذا ضربة قوية وشاب. ممكن يروح فيها عشر سنين لا يعوض. إذا ضربة قوية وخاطر وغامر. لا ما بأمن. إذا الشاب أكلت ضربة سوكي. بشناك الشاب فيه يخد مخاطر أكثر. يعني هتلعطيك في مسألة. لنقول أنت عم تصمت ألف دولار بالشهر. نعم. سو بعد سنة معك 12 ألف دولار. أكلتك عملة ماركت كراش. خسرت من 12 ألف بعد معك 3000 لنهور. خسرت 5000%. نعم. فاين. بعد منها بسنة أنت. ألف 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 ألف. فشجعت محلك؟ بس هيدا صغير طيام من ألف 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 ممكن ما يقدر يعملها بهذه الفئة الأمرية. بس ما هي البوينت. البوينت تي طبيعيتي. هو بيحمل الكراشية. إذا واحد عمره 65 ومعه صار مليونين دولار. وأكلت ضربة خسر سعين تلقائم. لا أخلص. أخلص. أه. سو العمر. يعني الشاب مش لازم يخاف من أخذ المخاطر. هيدا اللي نعلمها هوني. سو الشاب اللي عم بيطلع. يسألني مثلا واحد إذا أنا بيعطيك أنت سيصير فيه كراش أو لا. أنا بقول له للشاب الصغير ما شو بيهمك أنت صار كراش. بالعكس كراش منيح على قلك. يعني أنت إذا بتصمد نفس المبلغ كل شهر. وصارك ع سنتين. عتلكت سنين. ع خمس سنين. وصارك كراش تمام. لأنه أنت بعد هالخمس سنين ستعمل تشتري السوق أرخص بكتير. يعني ما بس بتعود. بالعكس تستفيد. وين المشكل؟ المشكل إذا عمرك ستين خمس ستين أنت بالسوق وصارك كراش خمسين من المية. خلاص هون. هون يعني خسرت مبلغ. ما فيك تعوده. كل صعبي. فإحنا اللي عم نقوله أنه من نسبة للشاب فيه حط لذلك بالاستثمارات اللي فيها مخاطر أكتر. اللي حكينا مرة الماضية عن الرسل 2000. السمول كاب. نعم. في حط بالأسواك الناشية. إيه. سو مثلا التكر تبع رسل بحبه كتير أنا. VTW. على فكرة هيدا البنت اللي خبرتك عنها اللي بالعشرينيات صمت ترشين آل. حطت معظم السيفينز طبعا بالرسل 2000. الـ EEM التكر طبعا. هنتكلم هاودي عنه بالفقرة التالية. بس بدي وقف أول بارت ونرجع من تابع. مشاهدينا هنا تنتهي القسم الأول من الفقرة. سوما نعود إليكم مرة جديدة. مشاهدينا أهلا بكم مرة جديدة. نتابع الفقرة الثانية. طبعا استيس دان. خلينا بس. يعني كنا عم نتكلم عن الفئة العمرية. هذه المرة ذكرت كتاب. ومهم جدا. فيك تعطينا بعض النصائح. بالنسبة إلى. يعني كيف ممكن واحد يزيد من مواهبه بالتداول. أو على الأقل. يدير المخاطر. قبل الأرباح. إن كان يأخذ دورات أونلاين. في كتب معينة. يجب أن يقرأ هنا. أو شهادات معينة. أنا أفضل المستفر الصغير. يكمل بأنه يعمل الرهان على السوق كلها العالمية. بدل ما أنه يجرب يعمل تداول بصهمة معينة. لأنه يربح. يعني ينتصر على 80 أو 90% من البروفيشنالز. إذا لمشي بالشكل هذا. لذلك هذا ما نركز عليه. بالنسبة لإدارة المخاطر. كمان تعتمد هذه على الشغلة على عمر الشخص. وعلى الرسك أبيتايت. نعم. شهية المخاطرة. شهية المخاطرة. اللي كل إنسان عنده إياها ومختلفة من واحد لواحد. إذا أنت اليوم إذا كنت شخص صغير مثل ما أحكينا. ما فيك تكون 80 أو 90 أو 100% حتى بالأسهم. وبالأسهم الصغيرة. بس إندكس ما تحطه بسهم واحد. بالمؤشرات. بالمؤشرات. بالعشرينية والتلتينات. إجبالا فيه يعني فيه مثل رول أوف ثام بيسموه بهذا. اللي هو أنه تطرع عمرك من الهيدا. لا تشوف إدى بدك تحط سندات خزينة أو سندات شركات. بونز يعني ستوكس. فالصغير بيبليش 90 بالمئة. ستوكس 10 بالمئة. بس هلأ بالبلوك العالمية غيروا من هذه النسب. صاروا أخذوا من السندات وحطوا أسم كريبتو. يعني صاروا يقولوا 40 بالمئة أسهم. 20 بالمئة صارت أيضا 30 بالمئة سندات. و20 بالمئة يعني 50 بالمئة أسهم. و20 بالمئة كريبتو. يعني أخذوا أسم من السندات ومن الأسهم. عطوها إلى الكريبتو ودخلوه بالمحفظة. إيش رأيك. لا أبدا. هل أنت ضد الكريبتو يعني. بتحطي البسيط. هلأ حنحكي عن الكريبتو. في ناس شغلتنا الشغلة يشتغلوا فيها. نحن عم نعلم الناس الشغلة اللي سنة. نحن عم نحكي على شغلة 70 سنة. نحن نحكي كيف تواحد ينتصر على 70 سنة. كيف هي الطريقة المشفية. سوو 70-80 بالمئة أسهم. 20-10. شي صغير هو صغير واحد. أو إزام عنده ريس كابتايت عالي. هلأ وقتا يكبر بيصير يعلي النسبة بالسندات. ويخففها من هناك. وقتا يصير الظلمة أو الشخص الإنسان أو المرأة حاضرين للتقاعد. قريبين للتقاعد. لنقول بديو طاعد لوحد عمره 65. يعني بالخمس سينات قبل بعشر ستين مثلا. بيصير يعلي نسبة السندات الخزينة. خاصة السندات الخزينة اللي ما فيها مخاطر. مثل الدولة الأمريكية أو الرمانية. وبيخفف الأسهم بالآخر. لأنه ما عنده الوقت هالشخص لحطا يعود الخسارة. هلأ. كمان في شغلة التالتة بواحد بيطلع فيها. هو إديش حجم المبلغ. يعني هو صغير واحد عم بيصمد مثلا 500 دولار الشهر. أوكي عم تحكي أنت 5,000 أو 10,000. هوني بتحكي بتبشي بالطريقة اللي حكينا فيها. هلأ. وقتا يكبر المبلغ اللي عم بيحكيه. صار بتـ 300، 400، 500 أو مليون دولار. هوني صار بيتغير. وقتا تطلع فوق المليون دولار فيك تفوت بأشية غير هايدي أكتر من هايك. مثلا فيك تفوت بما يسمى بالبرايفيت أكوتي. نعم. برايفيت أكوتي يعني متل الأسهم بس بتفوت بالسهم قبل ما يصير. قبل ما يصير باليدراج. قبل ما يصير على البورصة على ستوك إكشينج يعني نيويورك أو لندر. نعم قبل الإدراج. هيدا البرايفيت أكوتي. إذا أخذنا شو هني العائد بالمدى الطويل. فالأسهم عامة إذا أخذت أنت شغلة مثل الولشار 5,000، الـ S&P 500 أو داون جونز مشهور أكتر. بس أنا أفضل الولشار 5,000. فإذا أخذت هيدا عم تحكي بين الـ 8 و 11 بالمية على سبعين سنة. طيب إذا أنت فتت على الرسل إلنا 12 للـ 14. إذا فتت على الـ private equity 6 بالـ 14. إذا فتت على الـ emerging market 6 بالـ 15. أنت بتحبز كثير المؤشرات أكتر من الأسهم. دائما يعني كانت تشتري الأسهم. بس الأهم شيء التنويع. تنويع. إذا حطيت شواء وقت تصير معك مبلغ كبير محرز. هنا مش ضروري تحكي كما حكينا نحن أنه كل الأسهم وصندات. صار فيك تفوت مثلا 10-20 بالمية private equity. على فكرة روبرت كيوساكي اللي كاتب كتاب ريتش داد بول داد مثلا. بيحكي عن كثير المحبز للـ private equity. أنا بني محبز أنه كل المبلغ يكون private equity بحبز يكون مثلا مبلغ 20-10 إلى آخره. أنا شخصيا مثلا عندي مبلغ كبير فيه. بس مشكلته هيدا أنه بتعلق فيه لمدى الطويل. هلأ فيه كمان غير الـ private equity فيه الـ hedge funds. بس كمان الـ hedge funds ما فيه من مكان يفوت فيهون. سنضيك التحوط نعم. الـ hedge funds هاودي يعني غير عن الـ mutual fund هاودي في محلات بدي يكون عندك منهم مليون 5 مليون إلى آخره لتفوت فيهون. هاودي كمان الواحد إذا صار معه مبلغ كبير وعرف أي واحد ينتبه لأنه فيه كثير منهم ما بيعملوا منيح. إذا عرف أي واحد ينقفي منهم كثير كثير نشحين يعني على المدى الطويل. طيب بالنسبة للشخص اللي يستطيع أنه يقدر يعمل إدخار للمبلغ معين اللي يدخلكم فيه نوع من إدارة لمصروف. وأقول ذلك personal finance. وبالتالي لا يقدر يدخل مبلغ على الاستثمار. كيف اللي بيكون استراتيجي للإتباع؟ أهم سر للنجاح كل هذا اللي حكيناه حلو كتير بس أهم سر للنجاح هو أنه الواحد يدير البدجت تبعيته هو الشخصية. إدارة الميزانية الشخصية. شو ما كان عم بيطلع الإنسان؟ أهم شيء أنه يقدر يحافز يكون عنده ديسبلين يحافز على مصروفه بشكل أنه ما يصرف أكتر ما بيطلع. وهذا الشي على أي مبلغ. يعني اللي بيصير دائما بالإنسان بيكون مثلا بيطلع ألف دولار بالشهر. بيقول أنه والله يا ريت عم بطلع ألف وثلاثمئة كماشي حالي. وقت يطلع ألف وثلاثمئة شو بيعمل؟ بيزيد المصروف. بيزيد المصروف بيصير يصرف ألف وثلاثمئة أو ألف وثلاثمئة. أهم شيء يكون عنده ديسبلين أنه وقت تجيي هذه الزودة 300 يقدر يصمد 80 أو 90% منها ما يصرفه. يعني يحافز يأخر إذا بدك تعليت مستوى معيشته. نعم رفع مستوى المعيشة. أهم شيء عند الإنسان أنه ما لازم حدا أنه ما يصمد. يعمل إدخار. يعمل إدخار أقل من 15% ومن الأفضل بالمينموم 30% 30% يعني أحدا بيطلع ألف دولار 30 دولار. 300 دولار يكون عم بيصمده. في واحد هذا اللي حكيتك عنه. هذا الناجح. هنا ساكن هنا بأبو دبي. هذا الشخص عم بيصمد 50% من ما عاشه. وعلم أنه عم بيطلع أقل عم بيطلع 40% من ذلك. بسيكون فيه سيطرة على الديون اللي عنديها وعلى الكلود. شو معناته هيدا؟ سو معناته أهم استثمار فيك تعمل. إذا عندك داين أنت. شو أهم استثمار فيك تعمل. أصوم ولا سندات؟ أهم استثمار تعمل وتدفع داينك. لأن الفادي على داينك 7, 8, 10, 15 أعلى من أي عالة تحييجي. أهم شيء أنه بلش بأنه تخلي الديون نزله لصفر. يعني شيل الديون من بعد إذا يرجع تصمده. يعني أوكي. طيب. عندنا سؤال بنرجع كمان دائما على التداول. كمان بدي أخذ رأيك بالعملات الرقمية أو الكريبتو كارنسي. بس رأي عامة عن البيتكوين وغيره. أنت شخصيا ماذا تعتقد عن البيتكوين؟ طبعا فيه فريقين اليوم من قصمين. أبرزوا نورن بافت اللي بقولوا البيتكوين ما بإيمين فيها. بس فيه فريق عم تتغير المزاج العالمي. هل ممكن أنه الموجة أنت بعدين تقتنع فيها وتركه بالموجة؟ بالوقت الحاضر لا. لماذا؟ أول شيء يعني فيه كزا عاملة رقمية. فيه عم تحكي أنت بالألافات صاروا هلا. عم بحكي بالكريبتو. بالأمنات المشفرة. فيه أربعة ألاف وحدة صاروا. يعني أنه اليوم كل واحد يعمل. هل نحكي عن البيتكوين؟ طبعا البيتكوين طب شو هو يعني شو هي مثلا إذا أنت أخذت الدهب اللي هو أسد الدهب هو معدن لونه أصفر بيلمع شاك إذا بتعطيه لوحدة قبل ما تخطبها تنبسط منك فيه له يعني مغزة بالحقيقة وفيه لمتد سبلاي منه طيب سوى البيتكوين فيه لمتد سبلاي يعني لأنه هاك البرنامج موجود طيب بس بعدين من وين الإيمة جاية؟ إنه من المشاريع المستقبلية اللي حتصير إليه والتطور ما فيه أنت هذا صار يعني أنت عم بتقول أنه مهم لأنه مهم بس بعدك ما فسرت لي ليش هالشغلة اللي اخترعوها على الكمبيوتر واحد مش معروف من هو يعني واحد اسم ياباني مش معروف من هو عمل برنامج كمبيوتر خلق شغلة اللي هي نحن عم نقول أنه هاي صار تعاليه بس بنوك عالمية هلأ فتحت سناديق ودخل فيها الميليارات؟ ما دخلت سناديق البنوك العالمية البنوك العالمية البنوك العالمية أنا بانكر أنا ببانكر جي يعني اليوم إذا أنت بتحب تدول بالإقنان الفاضي أوكي وفي كتير عالم عم بتدول وبيجي بعمل اللي بفتح لك أنا مجيل تفتحها أنا بطلع الكوميسيون العمولة من اللي أنت بتعمله أنت بيقه إله كبتان هو بدي يشتري 3 كبت بيت أنا بشتغل بالنص وبياخد منك دولار عشار مش بيتكون سوأنا بياخد منك العمولة بالنص سوأنا كبانكر كوسيط ما فرع معي إذا أنت بتحب القنين الفاضي أو لا بتعتبرها مهمة يعني دوتش توليبس كان فيه فيه ناس فيته دوتش توليبس هي البابل اللي صارت زهرة التوليب بـ 1700 وشي بيهولندر أوكي سوهاي وقت صارت أنه أنا بفوت إيه إذا بعمل أنا بروكر بالنص يعني ما عندي شيء أخسر وأنا بس أنت اللي عم نقوله ونحن هل فات البنك هو حط ميزينيته بقلبها ما بعتقد نعم في فرق بس مش معناتها نتبه مش عمناتها ماشي مضبوطة أو مضبوطة نحن عم نقوله أنه للمستثمر العادي هيدا صار جات ريتش كويك نحن عم نحبز للمستثمر الصغير أنه يغتني ببطء ما منحب لايك الفلتة العبقري ما أنه عايزني وعايزك ما عم بيحضر للبرنامج سوال بالنسبة للعبقري مش لحيسمع مني ولا منك نحن عم نحكي على 80 أو 90% من الأناس وعم نقوله أنه تغتني ببطء أحسن ما تجرب تغتني يعني كلي بيشتري لوتو إذا شرعت ورقت لوتو كل يوم إذا ربحت 400 مليون دولار مثلا تجي تجي تمر مثلا كتير 200 مليون دولار بس أنه الاحتمال أنك تربح 400 مليون دولار كتير كتير الدهب كمان عندك شي يعني رأي إجمال نلاقي الأشخاص اللي بيكونوا أكتر داخلين بالأسهم بعيد عن الدهب نفس الشي أنت نفس الشي كمان الدهب أنا التسعيرة نرجع هلأ بنحكي مدرسة ورن بوفت ورن بوفت أنا بس دي أو نص مدرسة ورن بوفت value investing في هذا الكتاب كمان value investing هنا عنه مرة الماضية نعم إذا الواحد بده يدرس عن هذا الموضوع بتصعر الشغلة حسب الكاش اللي بيطلع إذا في قهوة عم بتنتج 100 ألف دولار كل سنة net revenue وبيضلها ملينة وعم بيزيد ما هيدا فيك تدفع حق مليون دولار يعني عم تدفع 10 دولار على كل دولار من هيدا الدهب ما فيك تسعره هاك الدهب بسعر حسب الموضة حسب إذا أنا بحبه حسب ما بحبه هلأ ما في مشكل إذا هو أحد غني يحط 5% من البورتفوليو من محفظته بالدهب بس أنا بفضل يعملها بطريقة مثل الهداية نعم طيب لأسف يعني أنت هالوقت مشاهدين هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وتحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة